وفي فلسطين المحتلة قضى كل من الأسيرين محمود جبارين وسمير سرساوي مدة ثلاثين عاما داخل سجون الاحتلال بتهمة المقاومة والنضال الأول تحرر وانطلق ليزور ضريح والدته وقال بأن ثمن نضاله يكون ناقصا بمقارنته بشوق اللاجئين في الشتات لتراب الوطن أو بصمود الغزيين داخل الحصار أما الثاني فقال بعدما احتضن والدته بأنه حزين لكل أسير لم يستطع فعل ذلك نتابع هذا القصة حر بعد ثلاثين عاما من الاعتقال الأسير محمود جبارين من مدينة أم الفحم في داخل المحتلة عام ثمانية وأربعين بالأمس القريب والأسير سمير سرساوي من بلدة ابطن قضاء حيفا المحتلة بعد ذلك بأيام الكثير من التفاصيل تغيرت مناظر وأصوات غابت عنهم لثلاثين عاما ها هي تعود اليوم فيما مشاهد لم يروها من قبل بعد أن انقلب سواد شعورهم شيبا وطبعت قضوان الزنازين حكاياتهم فوق جباههم بينما كانوا يتكئون عليها منتظرين فرجا قريبا هذا الأسير محمود جبارين أو كما أحب أن نناديه بأبي حلمي فور خروجه من السجن زار قبر أمه وظهر آنذاك في مقطع مصور يناجي روحها بعد أن توفيت وهو داخل الاعتقال جبارين يبدو متماسكا كلما تحدث عن تجربة الأسر يقول بأن العقود الثلاثة التي قضاها في زنازين القهر تبقى ناقصة أمام ما يقدمه اللاجئون الفلسطينيون الذين يحلمون بتقبيل تراب وطنهم كما أنها تبقى ناقصة أمام الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ سنوات ثلاثون عام من القهر والظلم ولكن كلنا للعالم بأنه ثلاثون عام بالصمود الأقوى من القهر ومن الظلم فنحكي للجميع بأنه ثلاثون عاما أو ثلاث عقود من الزمان في داخل السجون الإسرائيلي البغيظة السجون الاحتلال ثمن باهظ ولكن سيبطى هذا الثمن رخيصا أمام أبناء شعبنا أبناء اللجوء هناك الذين يحلمون بأن يلامسوا تراب هذا الوطن ويحلمون بأن يدفنوا في هذا الوطن سيبكى الثمن رخيص أمام هؤلاء الناس الذين اجتثوا واقتلعوا من هذه الأرض المباركة سيبكى الثمن رخيص ثلاثين عام أمام هناك إخواني بغزة هاشم سمير سرساوي تحرر هو الآخر منذ فترة بعد ثلاثين عاما الأسير المحرر الذي رحل والده بينما كان داخل الاعتقال ظهر يحتضن والدته مستمدا منها رائحة الوطن التي غابت عنه طيلة اعتقاله يقول بأنه حزين دوما لكل أسير رحلت والدته وهو معتقل ولم يتسنى له احتضانها فور تحرره هذا شعب عظيم وهذا شعب يقدر أبنائه على الرغم من كل الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني والتي يمر بها أتمنى أن يتحرر كل أسير وأن يعود كل أسير إلى أهله إلى شعبه ورحمة الله دائما أقولها على روح كل أم أسير توفت ولم تحضى بأن ترى ابنها محررا وعائدا عليها لتحضنه أشاعري كانت رائعة كنت بزنزانة بغرف بخيم ثلاثين عام كان الاحتلال والسجان دائما يعمل على أن تشعر أن لا أحد وراءك وأنت لوحدك موجود لكني كنت يعرف سأخرج يومنا والحمد لله أن تمضي من حياتك ثلاثة عقود داخل زنزانة باردة وضيقة تشتاق للعائلة والأصدقاء وتفتقد منزلك وأشياءك ولا تدري ما الذي يجري في الخارج هكذا كانت سنوات الأسرى جبارين وسرساوي الثلاثين الماضية كان اثنين من قائمة الشرف الوطني الفلسطيني التي يطلق عليها مصطلح عمداء الأسرى إنها لا حريتهم اليوم فيما أكثر من أربعين أسير من أشقائهم ينتظرون فرجا قريبا ينهي معاناتهم التي استمرت لأكثر من عشرين عاما قضاها أقلهم معتقلا من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا الحرية لكل أسير والعدالة لكل مظلم